سرية الرجيع في صفر من السنة الرابعة للهجرة وقعت سرية الرجيع وراح ضحيتها عشر من الصحابة قدر بهم بنو لحيان فكانت مأساتها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة بئر معونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة وقعت فاجعة بئر معونة وتسمى سرية القراء راح ضحيتها سبعون رجلا من الأنصار غدر بهم قبائل رعل وذكوان وعصية فاجعة بئر معونة من أعظم المصائب التي مرت على المسلمين ولذلك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على القبائل التي غدرت بأصحابه غزوة بن النظير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة بن النظير وهي الغزوة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وسببها أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في ديارهم فقذف الله الرعب في قلوبهم وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء معنى الجلاء إخراجهم من أرضهم واشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا ما استطاعوا من متاعهم إلا السلاح نزلت سورة الحشر كاملة في غزوة بن النظير تحكي تفاصيل هذه الغزوة ولن تفهم الآيات إلا إذا درست غزوة بن النظير